السلام عليكم مرحبا بكم في هذا الدرس من دورة تعلم ArcGIS تطرقنا في الدرس السابق إلى الإرجاع الجغرافي باستعمال إحداثيات UTM إذا لم تحضر الدرس السابق فعود إليه لأن فيه العديد من الأمور الأساسية شي فيديو اليوم سنتطرق إلى الإرجاع الجغرافي باستعمال Geographic Coordinate System أو نظام الإحداثيات الجغرافية DMS و Degree Decimer أما عن الطريقة الثانية فهي باستعمال خريطة مرجعة سابقا أو باستعمال ملف شاب فايل للمنطق ولننطلق مباشرة في الدرس كما ذكرنا سابقا فلو لاحظتم هنا ستجدون أنه لا توجد وحدة وأول أمر نقوم به بعد الدخول إلى برنامج ArcGIS هو تغيير Coordinate System للطبقة ليتناسب مع Coordinate System للخريطة التي نريد إرجاعها جغرافيا إذن سنغير Coordinate System بطريقة أخرى وهي من View أدافران ثم اختيار Coordinate System ثم نظام الإحداثيات الجغرافية WGS 1984 قد أدفضه سابقا إلى القائمة المفضلة ولكن إن لم تضفه فما عليك إلا توجه إلى Geographic Coordinate System ثم البحث عن Volt ثم WGS 1948 Apply Key OK إذن لاحظوا معي هنا فقد تغيرت الوحدة هذه المرة إلى Decimal Dobri عكس المرة السابقة التي استعملنا فيها إحداث نظام إحداثيات UTM وقد تغيرت إلى المتر ونضيف الخريطة كما تعلمنا سابقا من Add Add Data أنا أضعها على سطح المكتب هذه الخريطة ثم Add اللفتة التي تخبرنا أن هذه الخريطة غير معرفة جغرافيا وأن البرنامج تضعها في مكان عشوائي OK هذه الخريطة التي سنعمل عليها اليوم يمكنكم تحميل هذه الخريطة أو خرائط مثلها بمقياس 1 على 250 ألف من الموقع العالمي للجيش الأمريكي عن طريق Google Earth Pro وقد كنت بنشر طريقة تحميلها أو تحميل خرائط مثل هذه الخريطة على صفحة الفيسبوك فراجعوا صفحة الفيسبوك أيضا إن لم يكن لديكم برنامج Google Earth Pro على جهازكم فاتطلعوا على فيديو كيفية تحميل وتلصيب Google Earth Pro على جهتكم والآن فلنقم بنفس الأمر السابق ولندخل أربع نقاط عن طريق شريط الجيوري فرنسي ولنختار نقاط الكورنر كأحسن شيء نقوم بالتقريب إلى أقصى حد عن طريق أداة الزوم قموا بتدوين هذه الإحداثيات لكي لا يلتبس عليكم الأمر لاحقا فلنقرب لأقصى حد ثم ننتقل إلى أداة Add Control Point أضغط عليها ثم بالضغط على الزر الأيمن للفأرة ثم الزر الأيسر ولنختار الإختيار الثاني Import DMS سأشرح قليلا ماذا تعني DMS وDegree Decimal ثم نعود إلى العملية نظام الإحداثيات الجوغرافية يعبر عموما عن القرب والبعد من خط Greenwich ومعدار الاستواء في أي خريطة ستجد إحداثيات DMS على هذا الشكل أولا الرقم الأول يعادل الدرجة أما الرقم الثاني فهو الدقيقة ورمزه فاصلة واحدة أما الرقم الثالث فيمتل الثانية ورمزه فاصلتين طريقة تحويل DMS إلى DD أي Degree Decimal طريقة التحويل سهلة جدا يجب عليك أولا أن تعلم أن واحد درجة تساوي ستون دقيقة فلنأخذ مثال لكي نفهم طريقة التحويل مثلا لدينا 32 درجة وثلاثون دقيقة وصفر ثانية ما هو أو ما هي إحداثيات DD التي تعادل هذه الإحداثيات لكنا سابقا أن واحد درجة تعادل ستون دقيقة أي 30 دقيقة هي نصف درجة وتساوي 32.5 لنافض مثال آخر 37 درجة وخمسة واربع دقيقة فكر فيها هي تساوي 37.75 أنا أفضل أن أتعامل بإحداثيات الدقري ديسيمل وستتعرفون على السبب لاحقا ننتقل إلى هذه النافذة التي تظهر لنا عندما نريد إدخال إحداثيات الدي أم أس إدخال إحداثيات سهل جدا فالنافذة واضحة دقري مينيد سجون الأمر المهم هنا هو هذه الإيقونات ماذا يعني؟ في السطر الأول نجد أ و دبلو في وتعني أست و وست أي شرق وغرب شرق وغرب ماذا؟ شرق وغرب خط غرينيج إذن هذه الخريطة إذا كانت تقع شرق خط غرينيج نعين أ إذا كانت تقع غرب خط غرينيج نعين دبلو في أما السطر الثاني فهي شمال جنوب نفس الشيء إذا كانت الخريطة تقع شمال خط الاستواء أو مدار الاستواء نعين أن وإذا كانت تقع جنوب خط الاستواء أو مدار الاستواء نعين شيد فلنعود إلى الإرجاع الجغرافة إذن نعود إلى الفيديو وبداية نغير في هذه الأيقونات في هذه النفذة كما ذكرنا من قبل فإن فإن أ تعني الدرجة والدقيقة والثانية ونضغط ونضغط نتجه إلى الكورنر الثانية ونعين النقطة ونملأ الإحداثيات مثل ما ذكرنا سابقا أدعوها است ونورث في جميع النقاط أكمل باطئ النقاط بهذه الطريقة أحبال نضغط موسيقى 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 إذن بهذا الشكل لنكون قد أكبر اكملنا اربع نقاط ونكون قد انهينا عملية الارجاع الجغرافي. انا قد اسرعت قليلا ولم اكن دقيقا لكي لا تطول مدة الفيديو حاولوا ان تكونوا اكثر دقة في عملية الارجاع. وحاولوا تصحيح الصطأ كما تعلمنا سابقا من خلال هذه الايقونة select link. اذا الان فلنتحقق من صحة الارجاع الجغرافي لهذه الخريطة الانترنت مفصول ساوصله اعود لكم. اذا فلنحاول التحقق من صحة الخريطة. ما انا افضل صراحة open straight map. تابعوا معي لتحقق من صحة الخريطة استعمل اداة جميلة. اظهروا معي شريط ال effect. ثم اضغطوا على هذه. يظهر لكم السهم التالي. ما عليكم الا الضغط. ثم السهم. لاحظوا الخريطة في مكانها الصحيح وهذه هي منطقة قسنتينة. لنعمل zoom. كي نتأكد من صحة الارجاع الجغرافي او من دقة الارجاع. لاحظوا. هي تقريبا في مكانها الصحيح. يمكنكم استيرادوا هذه الخريطة كما تعلمنا سبقا. وهي بالضغط على georeference. ثم rectify. ثم اختيار الملف التي ستحفظ فيه الخريطة. والاسم والصيغة حافظوا على هذه الصيغة. ثم save للاحتفاظ بهذه الخريطة مرجعة جغرافية. حسنا اذا اردنا ان نرجع هذه باستعمال decimal degree. فالامر مختلف قليلا عن degree minute so good. اذا سنعيد عملية الارجاع الجغرافي لهذه الخريطة. ولكن هذه المرة باستعمال degree decimal. فلنحذف اولا البازمارك. كما فلنقم بحذف اول لا نحذفها. فلنحذف فقط النقاط التي ادخلنا. ولنتعلم ايضا طريقة اخرى لحذف النقاط. فاحيانا تخطئ في نقطة ما. فما عليك الا الضغط عليها ثم من هنا delete link. او كما ذكرنا سابقا. ما عليك الا الذهاب الى هذا الجدول. ثم تحديد النقطة التي تريد حذفها. اخر حديدة النقطة. ثم من هنا delete link. فلنكمل حذف باقي النقاط. نحذفهما مع بعض. ونحذفهما. نلاحظ ان الخريطة اختفت. اذا فقد عادت الى المكان الاول الذي وضعها في البرنامج. زمت لاير لكي نعيد الخريطة. فلنقرب ل الكورنر. لاحظوا معي. احداثيات هذه الخريطة هي عبارة عن درجة. وبدون دقيقة وبدون ثانية. اذا الامر سهل جدا لا نحتاج الى تحويل. نذهب الى شريط الجيرو في رونسنك ثم Alt-Ctrl-Pont. ثم نعين النقطة على طريق الضغط بزير الايسر للفقرة ثم الزير الايمن. ثم لا نذهب هذه المرة الى import dms. ولكن نختار import x and y. وندخل الى الاحداثيات. عادي. ستة في الايكس. و سبعة درجون على ما اعتقد ان نسيتها. لذلك انا دائما اقول ان تدونوا الاحداثيات. سبعة درجون. ما اوكي. لنتجه الى النقطة الثانية. في النقطة الثانية لدينا ثلاثون دقيقة. ذكرنا سابقا ان واحد درجة تساوي ستون دقيقة اي ساعة. اذا ثلاثون دقيقة تساوي نصف درجة. فما علينا الا ادخال سبعة ونصف في الايكس. ايجرات. مية سبعة وتلاثون. اوكي. زمت لاير لكي تعود الصريقة. ونكمل باقي النقاط بهذه الطريقة. اوكي. 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 كل الارجاع الجغرافي لهذه الخريطة. كونوا اكثر دقا وقللوا نسبة الخطأ. في عملية ارجاعكم للخريطة. مثل ما تعلمنا سبقا. اذا. اوكي. اتقل اوكي. أن الخريطة في مكانها نعم الخريطة في مكانها الصحيح الفرق بين استعمال الدجري مينيت سيكوند والدجري ديسيمل هو معرفة ما إذا كانت هذه الخريطة تقع شمال أو شرق أو غرب خط غرينيتش أو مدار الاستواء غير مهم ما عليك إلا تحويل الإحداثيات إلى الدجري ديسيمل وإن كانت في الخريطة مكتوبة بالدجري ديسيمل فأفضل وأفضل ما عليك إلا إدخال الإحداثيات في مكان X و Y وتكون الخريطة قد أرجعت جغرافيا من جيل الفيرونسينج ريكتيفاي هذه النافذة من أجل حفظ الخريطة مرجعة جغرافيا أعتقد أن مدة الفيديو قد طالت كثيرا لذلك سأجعل الطريقة الثالثة للإرجاع الجغرافي باستعمال خريطة مرجعة جغرافيا سابقا أو باستعمال ملف شاب فايل في جزء آخر إن شاء الله تابعونا 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 تابعونا